بعد غياب طويل وتشتت ملحوظ خلال السنوات الماضية من تلاشي الحراك البرقوي يعود من جديد إلى الساحة السياسية بعد إشارة رئيس مجلس النواب عقيل صالح في مبادرته لإنهاء الحرب والدعوة إلى الحوار إلى فكرة الأقليم وتوزيع المناصب السيادية بين برقة وطرابلس وفزان آخر هذا الحراك هو دعوة لملتقى الأبيار البرقوي والذي أكد فيه المجتمعون في البيان الختمي على دعمهم لمبادرة السلام التي أطلقها السيد عقيل صالح ورفض أي ألية للتوافق تعارض فكرة مبدأ الأقليم الثلاثة معلنين عن رفضهم التام لأي مبادرة تصادر حق الأقليم في التوافق السياسي واختيار الممثلين له في المناصب الرئاسية والحكومية بين القبول والرفض لهذا الملتقى البرقوي لفت تصريح لنائب المجلس الرئاسي المستقيل علي القطراني قال فيه إن هذا الملتقى لا يمثل كل البرقويين يعبر فيه البعض عن وجوهات نظرهم غير الملزمة في الحوار السياسي البعض الآخر يرى أن هذا التقسيم بفكرة الأقليم ما هو إلا مطية تستعملها بعض الشخصيات للوصول إلى مآريبها السياسية والشخصية وتحقيق مصالح ضيقة على حساب المسميات التاريخية والهوية وتحقيق الاستقرار والسلام المنتظر ترجمة نانسي قنقر